اشتركوا في القناة بإذن الله لما تبدون تلعبون أكثر من مرة طيب شباب في بداية راح تشوفون قدامكم البلدات كاملة اللي احنا دخلنا فيها البلد اللي أنا دخلت فيه البلد اللي نواف دخل فيه والبلد اللي سلمان دخل فيه كل الأسلح اللي احنا قاعدنا نلعب فيها بالاسبكت بالفراغمنس حقية السوابر حتى المودات اللي محتوطة على الأرمرات كل شي باين قدامكم فاللي حاب انه مثلا يبا ياخذ أي بلد من البلدات اللي انتم شايفينها قدامكم خدوها براحتكم إذا حابين تلعبون من نفس الأسلحة اللي احنا قاعدنا نلعب فيها لعبوا فيها براحتكم إذا حابين تكم تغيرون الأسلحة براحتكم احنا امشي نحنا دخلنا نمدينا نساة تنكرر الشامبينز والأغلبية مننا يقدر يوقف أقل شي لشامبينين كلهم عشان بس احتياطا لو أحد مات ولا شي لا زال الشباب الباقيين يقدرون برضو يوقفون الشامبينز من غير أي مشاكل طيب هذا من نسبة لبلدات كلها اللي انتم راح تشفونا قدامكم تقريبا نحن دخلنا ببلدين ستراند وبلد واحد وورلك اللي هو كان الول فقط لا أكثر دخلنا ببلدين ستراند اللي راح يسأل ليش اثنين ستراند بصراحة ستراند ساير مسهلة للغراند ماسترس كلها فليش لا فعشان كده دخلنا اثنين ستراند تايا اتياتن وواحد بس اللي وورلك ولكن أعلمهم ما لكم في الطويلة خلونا نبدأ نشرح القراند ماستر على السريع عشان ما نبقى نطول عليكم المقطع من نسبة للبداية يا شباب أول ما توصلوا للمنطقة هذي تبقوا نتوقفون عند العمود اللي علي بيدي اليسار ايه ملاشي اليمين لسبب إذا قدمتوا بزيادة الورساته هو نازل لما يزقع في الأرض راح يفجر رسبارو حقك أو راح يدفك برا العالم أو راح يسوي فيك أي شيء ممكن من هذه الأشياء عامة فإحنا نوقف بعيد نستنى الورسات ينزل ثم نروح عند الورسات ونفع على طيب معلومة بس بقوطة بسيطة يا شباب الادز كمية الادز في المنطقة هذي تعتمد على حسب انت كم وصلت في الكبشرة إن احنا نحن قاعدين لكبشرة طيب في البداية يجب أن تشوفين في طيارة راح تجي راح بسرعة نقدر نطلق عليها نبقى نكسر الأسلحة حقتها عشان متوقف تطلق علينا وبعدها راح يبدون الادز ينزلون الادز راح ينزلون على حسب انتم كم وصلتوا في الكبشرة يعني فلنفرض اللحن كما تشوفين قدامكم الادز عيديين ما في شامبيون ولكن مجرد أننا مثلا نوصل 15 ولا 20 في الكبشرة الشامبيون راح ينزل فهي هنا الفكرة الفكرة كلها من الأساس الكبشرة هي اللي تحدد كم الشامبيونز اللي راح ينزلونكم أو كم الادز أو كمية الأعداء اللي راح ينزلون ولكن الفكرة الأساسية كلها لازم تفهمونها أنه من 1 إلى 2 30 في الكبشرة راح تكون الطيارة اللي قبل شوش شفتوها وبعدين من 30 إلين تقريبا شيء و50 راح تكون الطيارتين اللي ورانا زي ما انتم شايفينها قدامكم بعدين من 50 إلين 80 راح تختفي الطيارات اللي هناك وتباني تيجي الطيارة الأخيرة وهي راح تكون الطيارة الأخيرة من 80 إلى 100 فحطوا المعلوماتي ببالكم هذه النسبة المئوية اللي انتم منازم تحطوناها في بالكم يمديكم تكبشرون مرة بسرعة وتفتكون من هذه الزحمة كلها وما تأخذون وقتكم هنا وتعجلون في المنطقة هذه ولكن أنا أشوف أنه الأفضل أنه لا نبغى الشامبيونز نبغى البلاتينيوم نبغى ناخذ راحتنا ولكن نعمو نوصل للغرفة اللي بعدها الغرفة اللي بعدها مرة زحمة الغرفة مرة صغيرة فيها سنايبرات انتبووا منهم فيها كمية أدز زي ما تشوفين طلقاتهم تسوي تراكنك لتلحق وراكم حتى لو انتم وراء الجدران انتبووا من هذا الشي عندكم أنتبارير ووفرلود قاعدين في آخر الغرفة يعطون شيلد على البعض فما زحمة قرف وعندكم مختفين برضو زيادة فوق هذا كله نظفوا خلصوا روحوا على الجهة الثانية أو بهو عكس البابل انتم كنتوا فيها ونفس الشي راح تروحوا لناك تفعلونها راح تيبدأ ويف ثاني من الادز اللي هم زي ما تشوفين برضو متفجرين سنايبرية مختفين اثنين أوفرلود في الجهة العكسنا زحمة زحمة المهم الغرفة مرة مرة قروشة خذوا راحتكم فيها الشباب اللي دخلوا باستران لو انكم دخلين باستراندات قعدوا بعلقوا خلق الله كلهم لاحد يوقف تعليق اللي معابو لا يوقف يطلق من بعيد قاعد يسمم الوفرلود خليهم لا يوقفون ولكن أنا مهم تخلصون توصلون الغرفة اللي بعدها راح نجي لمنطقة الكهرباء منطقة الكهرباء شخص واحد بس يروح يجيب الكورة اثنين اللي راح يكونون في البداية عندهم او هو جاء قدامك وراح يفجرك على طول فانت تبغى الشباب يفجرون يقولوا انت توصل عشان تقدر تدعو انت مرتاح الهو نوصل الغرفة اللي بعدها برضو مرة زحمة غرفة مرة صغيرة متفجرين سنيبرية اربع مده ثلاثة وفرلودز انتي باريار كمية اعداء مو طبيعية بالغرفة هذه برضو نفس الشي ولكم ينزل لو انتم قاعدين تلعبون ولا تستراندات تشتغل تعليق في كل مكان لاحد يوقف يشغل اي شي يقدر عليه عشان تسهلون على نفسكم الغرفة هذه ما حقدر ابسطها اكثر من كذا لانو فعليين مرة زحمة خليكم جنب الباب اهم شي لو انكم اضطرت انكم تهربون من الغرفة الباب جنبكم اللي جيتوا منه غير كذا راح نوصل الغرفة اللي بعدها غرفة شويتين يمديكم تلعبون من بعيد ولكن الانتي بارير يمكن يغثكم شوي فتبعون تحطون بس المعلومة ببالكم الانتي بارير لو بدأ يتوزى وراء العواميد هنا مصيبة خلاص هنا معناها انت لازم الدرعم لازم الدرعم ولكن انتبه برضو انه لما تروحون قدام فيه ادز مختفين على يدكم اليمين قاعدين ينتظرونكم هناك وبعدين لو مفتحت البوابة راح يطلعون ثلاثة اوفرلود من البوابة غير الانتي بارير اللي قاعد لكم في النص اللي حضرتها كل شيء قاعد يتوزى ولكن عن المهم بعد ما تخلصوا من الغرفة هذي راح نجي للغرفة الاخيرة خلاص الغرفة هذي هي قبل البوس الحين راح ندخل على غرفة البوس وراح نبدأ نشرح غرفة البوس من البداية غرفة البوس تتقسم لثلاثة فيزات الفيز الاول انا من نسبة لي دائما نفضل اني اروح ازبن في اليمين ما اروح اليسار اروح في اليمين ليش عندي العواميد هذي كلها اللي عندي هنا اقدر ازبن وراها وانا مرتاح الادز يجون كلهم من الجهة اللي عكسي فانا اقدر اقعد هنا وانا مرتاح وقد ادمج البوس حبة حبة على خفيف اخذ راحتي شويتين انظف الادز شويتين واخذ راحتي مجرد ان البوس يقفل تكفيلة الاولى على طول اروح عكس المنطقة اللي انا كنت فيها راح اروح من الاقصى اليمين لاقصى اليسار لانه هذا الصندوق طلع من مكانه مجرد ان الصندوق هذا طلع من مكانه انا خلاص كذا اقدر اجي هنا وارتاح لاني راح ازبن ورا الصندوق هذا البوس ما يقدر يضربني بطلقات السنايبر حقته ورح اخذ راحتي تأكيد برضو الشباب انتبهوا لانه المنطقة هذه اللي هي في اليسار هي المنطقة اللي الادز يرصبنون من ورا ظاهركم بحطوا المعلومات بباركم لازم في شخص كل شويتين يلف ينتبه على الشانكس اللي قاعدين يطلعون من وراكم يحاول ان ينظف لكم اياهم عشان ما يفجأ ان يبدون يطلقون كلهم ورا بعض ويذبحونكم اول ما تقفلون البوس لالفايزة الثاني تقفلونا خلاص عشان الان لازم تشيلون تدخلون الفايزة الاخير قبلها يا شباب انتبهوا انه فيه سنايبرين راح يطلعون من المكان اللي انا قاعد اقنص فيه الان فيه سنايبرين راح يجون من هناك وبعدها راح نشيل الانتبار يريلي في النص عشان نفتح الشيلد حق البوس وندخل الفايزة الاخيرة الفايزة الاخيرة يا شباب ما حقول لكم فيه غير انه نزلوا ولا ومعاكم ولا شغلوا سوابركم اضرب البوس بكل اللي عندكم لانا خلاص ما عد فيه تكفيلة ثالثة ما عد فيه تكفيلة ولا شي طبعا بس شباب حطوا معنومة ببالكم البار الثالث البوس زي ما انتم شايفين عيونه هي الكرت ولكن اول ما تدخلون على البار الرابع الكرت حق المكان اللي انفجر اللي كان بباين كالنا كهربا فحطوا المعلومات ببالكم الفايزة الاول والثاني لا البوس عنده يدين اللي يدين هذي فيها زي الدوائر هي الكرت حق تاعي لو انكم تبونوا تدمجونا اكثر ولكن اعلمهم بعد ما تخلصون الشباب هنا رح اقول لكم مبروك خلصوا القراند ماستر وهذا ثاني قراند ماستر عندنا للسيزن واحد وعشرين او اثنين وعشرين ما اللي نناسي ولكن اعلمهم سيزن اف دا ديب خلصنا كده اثنين باقي لنا اربعة باذن الله الاسبوع الجاي رح يكون الساي اوبس اللي هو راح يكون قروشة الارض كلها اللي اول مرة رح نجربها كقراند ماستر لانه المرة اللي فاتت كانت ساي اوبس حق المون ماليش مارس الحين حق المون فرح نشوف اش رح يصير فيها طيب شباب انا وصلنا لنهاية المقطع اتمنى المقطع يكون افادكم واساعدكم انكم تخلصونا القراند ماستر ولكن قبل ما انهي المقطع شباب لا تنسونكم تشتركوا في القناة اذا ما انتم مشتركين وازر اللي لاك يا حلوين وراح نشوفكم بذن الله في المقاطع الجاية سلام عليكم